قال لي كل كلامك هرطقة وتخبيص وغير مفهوم قلت له أنت على حق لكن تذكر أن المعارف والأفكار والتصورات أنواعها كثيرة فهي مثلها مثل أنواع الطعام لا بد أن توجد أجزة حيوية قادرة على التأقلم مع مختلف أنواع التي يواجهها الإنسان في حياته فهو الإنسان مثلما لديه جهاز هضمي يهضم ويتمثل الغذاء الذي يأتيه من الخارج لديه أيضا جهاز عقلي أو جهاز ذهني أجهزة ذهنية لديها تعمل صالحة أجهزة كثيرة حسية منها الحواس الخمسة كما نعرف هذه كلها تتوفر معطيات من الخارج تتوفر data وهذه التي تتحول إلى إدراك perception وبعد ذلك هذا يتحول إلى تصورات وأفكار وأفكار مركبة أيضا وتشتعل بعد ذلك خيال وذاكرة هذه الأجهزة بيأكمل هي عمليات تمثل لما يحدث في الخارج تمثل ذهنية من الخارج فبالتالي نحن لدينا نوعان من الأجهزة الأجهزة التي تستقبل ما يحدث في الخارج وتتمثله ذهنيا وهناك أيضا أجهزة متخصصة في تقبل الطعام من الخارج لكي تديم هذه الأجهزة أو الإنسان يديم حياته ويحرق الطاقة التي يحصل عليها من خلال الغذاء الغذاء يتحول بعد ذلك إلى السكريات السكريات تذهب إلى الخلايا يتم حرقها عبر الأكسجين عبر الحواء الأكسجين الذي يدخل معها يتم حرقها ومن خلال هذا الحرق تخرج إلينا طاقة نستطيع الآن أن أتحدث من خلالها معكم وإلا فبدونها أنا لا أستطيع أن أتحدث هذه الطاقة أموما هي تأتي من الشمس الشمس هي التي تنير الأرض النباتات تأخذ هذه الطاقة تحولها إلى أوراق إلى ثمار إلى حبوب إلى أي شيء وهذه الحبوب يأكلها الحيوانات ونحن نأكل الحيوانات والنباتات معا الفكرة عملية التمثل هذه هي نفسها تحدث على المستوى المعرفي الذهني نحن كما يقول كانت نستقبل من العالم كل المعلومات وهذه المعطيات ونهضمها وفقا للسيستم أو النظام الذي يعمل فيه هذا العقل أو الدماغ أو يعني هو العقل لكن العقل هو الدماغ في حالة عمل في حالة العمل فبالتالي يعني فبالتالي إحنا هذه المعارف لا نستطيع أن نستوأب العالم الخارجي إن لم نكن مستعدون لهذا لهذا النوع من المعارف فبالتالي كل منطقة لدينا تتشكل قدرة معينة على هضم ما موجود فيها من معارف أو من فرص للتعرف على هذه المنطقة وأيضا المواد الغذائية الموجودة في هذه المنطقة فنحن مثلا لا نستطيع أن نهضم الأكل الذي يأكله الياباني أو الصيني لأننا لم نتعود على هذا وكذلك لا نستطيع في الوقت نفسه أن نفهم العقلية اليابانية أو الصينية بالطريقة التي نفهم لماذا؟ لأننا لا توجد لدينا الآليات أو الأجهزة الحيوية التي تعودت فهم الآخرين إلا ذهب إنسان أو عاش هنا وهناك عند ذلك هذا الإنسان يصبح خبير في التعامل يسمى خبير في التعامل مع أجناس وطباعة وثقافات مختلفة هذا الأمر نفسه هذا الرجل عندما يقول لكل كل كلامك خرطقة وتخبير صغير مفهوم هو على حق لأنه لا يستطيع استيعاب هذا الطريقة التي بالطرح التي أحاول أن ننبه الآخرين إلى أهميتها ولا أهمية الخروج من أسر الطريقة التي أشنا فيها العالم بأكمل الآن يشعر بأنه هو في حاجة إلى التعرف على الآخرين لأن المسألة لم تعد محدودة بأشخاص محددين أو جماعات محددة الإنسان لم يعد بإمكانها أن يجلس في البيت وينعزل عن الآخرين لا يستطيع أن ينعزل عن الثقافات الأخرى ولا يستطيع أن ينعزل عن اللغات الأخرى ولا أن يستطيع أن ينعزل عن الأطعمة الأخرى الموجودة في العالم ككل الآن نجد في كل مدينة تجد الأكل الصيني الأكل الهندي الأكل الشامي السوري التركي الأراقي وهكذا هذا موجود الألواء المختلفة والناس يعني الإيطالي تختار الإيطالي اليوناني وهكذا تختار حتى الأفريقي بعضهم المكسيكي طيب أيضا هذا الأمر نفسه هي الثقافات نفس الحالة هذا التنوع الجميل كان مرفوض جدا عند الآن وما زال مرفوض عند شعوبنا فهذا الشخص بالتالي عندما يتحدث معي بهذه الطريقة هو شخص يعاني من مشكلة التأقل مع المتغيرات الجديدة وبالتالي هو أنا بدوري ليش نحن نطلع الآن لماذا ظهرت قنمات في اليوتيوب أفكار جديدة رؤى جديدة هناك أناس يهاجمون الطريقة القديمة بالتناول والاستيعاب الأفكار والأطعمة طبعا كلها عملية تمثل هذه أو تلك هي عملية تمثل أنت تمثل ذهنيا هو نفس عملية تمثل الغذائي فأنت هنا ميتابوليزم منا نتأخذ تمثل غذائي ومنا نتأخذ تمثل ذهني وثقافي وفكري الصعوبة وينتكمن بأن هذا الشيء الجديد الآن صعوب علينا أن نتأخذ معه عليه من يقول أن كلامي غير مفهوم هذا يعود إلى سبب واضح جداً وهو أنه كلام غير مهضوم والسبب كما قلت هو يعود إلى أن مأدى الذهنية التي تهضم الأفكار تعودت أن لا تطحن إلا الأفكار نفسها والأقوال نفسها هنا وهذه الأقوال والأفكار هي وهذا الطعام هو طعام ديني سواء كان على مستوى الذهني أو على مستوى الغذائي نفسه لأننا نعرف أن هناك طعام حلال وأكلات حلال وأكلات حرام هناك حيوانات حرام وهناك حيوانات حلال فهذه العملية هي نفسه هناك أفكار حلال وأفكار حرام لماذا؟ لأنها وليدة عصرها كانت مثلاً هناك حيوانات خطرة فالناس كانوا يخافون من أكلها أو التعرض لها أو مواد سامة فالطفل الدمائولة نخوفها نقول له هذا مادة خطرة الملح لا تصل إلى الملح لا تصل إلى كذا هذا مادة سامة لا تصل إلى المواد الحافظة المواد التنظيف هذه سامة لكلور خاصة فماذا نفعل نخوفه؟ نقول له هناك ستدخل النار هذه حرام هذه كذا وهذه عملية مع نمو الشعوب وتطورها أصبحت قضية أخذت طابحة ديني أخذت يعني كانت بحاجة لأن تأخذ طابحة ديني لأنه الشعوب يعني تكاثرت وأصبحت عدد كبير من الناس فبالتالي يجب أن تدخل في نظام ديني أو عقائدي يؤمن به الجميع بدون نقاش وهذا الأمر المهم جدا في ذلك الزمن الآن لم يعد هذا مهما الآن لكن المشكلة احنا ما زلنا نؤمن بالطريقة أو بالسياق التاريخي الذي ولد هذه الأحكام والتصورات والحلالات والحرامات هذه كلها نتاج سياق تاريخي مختلف يجب أن لا يجب أن نعرف أنه سياق اختلف صحيح؟ وهذا السياق التاريخي المختلف كان من الضروري أن يضفي على نفسه صفة القداسة لكي يلتزم به جميع فهذه صفة القداسة هي ليست صفة حقيقية إنما صفة أو معطى كان ضروري لكي يؤمن الناس خاصة لأن أغلب الناس كانوا من الجهلة أو من الناس الذين قليلين التعليم فبالضروري من الضرورة أن يعرفوا أن هذه المسألة هي كذا وبطريقة سهلة والآن السؤال أبدأ بحادثة حدثت في التاريخ مرة سألوا أبو تمام الشاعر الكبير قالوا له لماذا تقول ما لا يفهم فقال لهم لماذا لا تفهمون ما يقال أي أن المشكلة ليست بي أنا أكتب شعراً وأنتم لا تفهمونه فهذه ليست مشكلتي أنتم الذين لا تفهمون ما يقال بالتالي المسألة مسؤولة عنها ليست أنا مسؤولاً عنها وليس الذي يلومني على أن كلامي غير مفهوم لا عليها أن يلوم أن يسأل لماذا لا أفهم هذا الرجل لماذا أقول عليه كلام هرطقة وتخبيصه غير مفهوم يبدو هناك شيء لا يمكن أن يكون هناك كلام لا معنى له وإلا لماذا عندي آلاف المتابعين ما نتأكو هناك ناس يفهمون ما يقال أو تصلهم أفكاري فبالتالي المشكلة ليست فيه طبعاً هناك دائماً أكو سوء بالتوصيل وأكو سوء بالفهم يعني أنا لا أبرع نفسي وموظيف ببعض أحيان لكن هذا لا يعني أنك كل أنا غامض وغير مفهوم لا أو أنني أجدف أو أهرطق وشنو مشكلة؟ الهرطقة والتجديف هذه هي علاقة بمنطق الحلال والحرام هذا المنطق الثنائي أنه أما معي أو ضدي وهذا المنطق القديم الذي أفرزنا مجاميع متحاربة متقاتلة متصارعة طوال الدهر وأنتجت لنا ثقافات متصارعة وجماعات لا تعرف الهدوء يوماً وتقاتل ليلها نهارها وغدها ماضيها ومستقبلها حاضرها قتال مستمر حتى مطلع يوم القيامة أو فجر يوم القيامة فهذا كلام لا يجوز من الأشياء التي أقولها علينا أن نسأل بالتالي من المسؤول عن عدم فهمنا لما يجري؟ من المسؤول عن عدم فهمنا لما يجري في هذا العالم؟ من المسؤول عن رفع السد وصور عالي بيننا وبين الآخرين؟ هؤلاء هم المسؤولون عليك أن لا تذهب إلي وتلومني وتقول إلي أنت غير مفهوم أو أنت مهرطق عليك أن تذهب إلى هؤلاء الذين يسيطرون عليك وعليه وعلى مجتمعنا بأكمله وهم رجال السلطة ورجال الدين هؤلاء هم المسؤولون أنا لا ألومهم بالضرورة هم بالضرورة لا بد أن يسيطرون على الناس لا بد أن يقدمون مو السيطرة يقدمون منطقا أو ثقافة تجعل الناس تؤمن بما يقولون وتعمل في صالحهم لكن ماذا يجري في الحقيقة؟ يجري تغليف أو تتجين الناس ضمن سياق خاص يصف في مصالح الرجال الدين ورجال السلطة وهذا الشيء الخطأ لماذا أنا لا أفهم ما يحدث في العالم؟ لماذا أنا أقف موقف العداء للعلم مثلا؟ لماذا أقف موقف العداء للحداثة؟ لماذا أقف موقف العداء للأفكار الجديدة التي يجب أن نتبعها ويجب أن نعتبر أنها ناجحة بدليل أن العالم بأكمله تقدم وتطور وتجاوزنا على صار البون شاسع بيننا وبين الآخرين لماذا؟ فإذن هناك مشكلة لماذا أنا لا أستطيع فهم التاريخ؟ لماذا لا حق لي بأن أفهم ماذا جرى في التاريخ؟ لماذا لكم الحق أن تكذبون عليه وتنافقون وتقولون لي لا تناقش لا تفكر لا تفهم؟ وأشخاص يأتي شخص يقول لك هناك أشياء أخرى غير هذه التي تعودت على هضمها واستعابها هناك طعام فكري مختلف عليك أن تفهم أن الطعام الذي كنت تتناوله فكريا وذهنيا طعام فاسد سيء غير صحي لا ذهنيا ولا فيزيولوجيا فبالتالي عليك أن تعرف هذه الحقيقة أن تتمسك بالتبعيتك لهؤلاء هذا ما شأنك لكن لا تلوم الآخرين على أنه لا تقول الآخر أنت غير مفهوم واجب أن تخلص منك بهذه الحالة أنت أصبحت عميل لهؤلاء وتابع أصم غم لا يفقه شيئا ومجرد جندي يضحون به لأجل مصالحهم وفي الوقت نفسك أنت تخسر عائلتك تخسر مجتمعك تخسر كل شيء يعني تحرم نفسك من فرص كبيرة في إحداث تغيير وتغيير على مستوى جيد لأنك أنا أقدم لك نماذج أقول لك هذا التطور الألمي وتطور جيد عليك أن ترى هذا الحقيقة لماذا تغمض عينك؟ لأنك لا تستطيع الاستعاب لأن هؤلاء شحنوا رأسك بنوع من الطعام اليوم المستمر يوميا يحثونك صلاة صوم فرائض أذكار أجعية هذا الغذاء اليومي ويحجبون النساء يمنعون الرجال من الاختلاط بالآخرين يعني من تعرف على أفكار أخرى هذا الحدث المستمر هذا هو هذا يعني يخليك تضمن على هذا النوع من الغذاء بحيث لا تستطيع ولا تطيق أي شيء مختلف عن الطعام والمزاج والعقاء المختلف عن أي شيء جديد يطرأ لك أو يدعوك لأنت تعرف عليه هذا النفور يولده لك نفور وقرف من أي شيء مختلف هذا مقصود لكي يتم تجينك واستغلالك واستثمارك لصالح السلطة المهيمة وفي كل الأحوال هؤلاء رجال السلطة والدين الذين يسيطن عليك عليك أن تحاسبهم يعني سواء كانوا جيدين أو أناس يبحثون عن مصلحتك أو لا يبحثون في جميل أحوال يجب أن يحاسبوا ولو كانوا أنبياء هؤلاء يجب أن يحاسبوا وبالتفصيل ويجب أن نحدد لأنهم مهما كانوا ليسوا معصومين فيجب أن نقول ونتعلم القول بأن نتعلم على التصريح بآرائنا ونقول هذا الغذاء الذي تقدمونه لنا غذاء غير صحي وأثبت أنه سيء بكذا وكذا وكذا وعلينا أن نكون صريحين في هذا المجال لماذا أنا لا أستطيع أن أفهم الشخص الباحث العلمي لا أستطيع أن أفهم الباحث الاقتصادي لا أستطيع أن أفهم المفكر الفرنسي أو المفكر الياباني أو المفكر الإنجليزي أو المفكر العربي الحر لماذا لا أستطيع أن أفهم هذا لماذا هؤلاء أنا محروم من فهمهم لماذا لا يسمح لي أن أفتح على الآخرين وحاول أن أتعلم وتثقف بحرية وبدون قصر وبدون تجين وترويض باعتباري أنا كائن سيع وعلى خطأ دائما هذا صحيح بالتالي يجب أن نعرف بأن دينكم الذي تعلمناه منكم هو دين يعني أقصد الدين منظومة الدين الذي نعيشه الدين المعاش الدين الشائع هذا المنظومة سيئة بدليل ما نحن فيه من خراب عمين وعلينا أن نعرف بأن هذا الطعام الديني الذي نرغم على تناوله يوميا ولحظيا في البيت في الفضائية في المدرسة في الشارع في كل مكان هذا في الفضائيات في كل مكان نرغم على تناول هذا الغذاء ودائما يحثون على رفض أي شيء آخر هذه العملية ليست بريئة وفيها مؤامرة حقيقية على الإنسان ومحاولة تدجينه واستحقه واهانته بشكل لا يمكن تقبله على الإطلاق وأقول هذا أختم بالتساؤل لماذا لا حق لنا بنقد هؤلاء من أين جاءت جاءت فكرة أنه لا حق لنا بنقد هؤلاء أو بالاعتراض عليهم يجب أن نكون هذه المسألة مفتوحة وحق لا يمكن ألمس به على إطلاق فكرة أن هؤلاء مقدسين أو يتحدثون بأشياء مقدسة هي بحد ذاته هذه يجب أن نتخلص منها ويجب أن نقاومه أتبع للطالع شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب